السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا اصدقاء? اتمنى يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم احمى صالح بلقاء جديد ضمن صناعة المحتوى في برنامج الباوربوينت. وايضا رح نستكمل الشروحات الخاصة بطسميم سلايدات كمقدمة لبرامجنا. او مقدمة لأي مشروع انت قائم بتصميمه عبر برنامج الباوربوينت. كيف ممكن نطلع تصميم وهوية بصرية تريق بهذا المشروع وتريق فيك كمدرب او كمدرس كمحاضر كمقدم برنامج تستخدم برنامج الباوربوينت. كيف ممكن نصمم انماط من شرائح عمل احترافية. هذه رح نقدمه بلقاء اليوم. قبل ما نبدأ تكرم اطلب منك حبا وفضلا ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل ايضا للفيديوهات تجزى عني كل خير وتساهم معي في ايصال الفائدة الاكبر قدر ممكن من الباحسين والمهتمين بهذا المجال. ايضا ازا كنت ضيف جديد على قناتنا نتشرف فيك بضغط مفتاح الاشتراك وتفعيل الجلس ليصلك منها كل جديد. ويلا وباشرة نبدأ مع بعض بلقاءنا لهذا اليوم. اهلا بكم مرة تانية احبابي. بعد ما شغلنا برنامج الباوربوينت رح قرب اليمين ومن تخطيط رح نختار شريحة فارغة. بداية انا رح نقوم بادراج صورة. رح نترك رابط في صندوق الوصف. لموقع بقدم لي صور عالية الدقة وبجانية بالكامل. بامكانك تحمل اي صورة بتختارها. انا رح اشتغل على سبيل المسال على صورة معينة من الخلفيات. كمان رح تشوفها ضمن الملف المحمل بصندوق الوصف ان شاء الله. طيب رح نتوجه الى برنامج الباوربوينت. ومن ادراج بنختار صور من هذا الجهاز. رح نختار خلفية معينة. وليكن على سبيل المسال اختار هاي دي الخلفية وانكر مفتاح الادراج لادراج الخلفية. طيب رح نصغر شوي. وبنكبر الصورة على قدر شريحتنا بالضبط. تمام. الان برجاع الى قائمة الادراج ومن الاشكال رح اخذ المستطيل. وبنكر مع السحب لحتى ارسم مستطيل على قدر مساحة الشريحة بالكامل. اطار الشكل بختار بدون اطار. وبنكر باليمين ومن تنسيق رح نختار اللون. وليكن عندي اياه بهذا اللون. رح نتوجه الى ادراج. وبنختار مربع نص. رح نضيف الكلمة يلي بتعبر عن العنوان الرئيسي للمشروع. انا رح اختار كلمة المحتوى اللي بتعبر او اللي تعني المحتوى. تمام? رح نكبر حجم الخط بقدر معين. رح ندور على خط يكونه يكون عريض. رح اختار نوع الخط يلي شايفينه. رح اكبر كمان الحجم. بما يتناسب. تمام? رح نزغره كمان شوي. تمام? بهذا الشكل. رح اسحب النص يكون معاي. بهذا الشكل. يعني عندي الحد اليساري منه طالع خارج الشريحة. والحد العلوي ايضا كمان طالي خارج الشريحة. ازا حبيت تضبط الحجم بارقام اكتر دقة بامكانك تكتب كتابة. وليكن مسلا عندي مية وستين. تكتب كتابة ما عندك مش لي. في مربع الخاص بحجم النص. طيب. الان رح حدد المستطيل بداية. المستطيل قمنا بادراجهم. اضغط مفتاح الكنترول وبحدد النص. تمام? ازا اول شي بحدد المستطيل. اضغط كنترول بعدها بحدد النص. من تنسيق ومن دمج الاشكال رح نختار طرح. شو رح نختار طرح? منشوف انه تم اقتصاص. هايدي المساحة بمساحة الاحرف. تماما من المستطيل. وتفرغت معاي. فبانت معاي الخلفية. سواء كانت عندي اياه صورة بتختارها اي صورة عادية. تمام? او انا مختار كنت هذه الخلفية المتدرجة. بنرجع الى الاندراج. ومن الاشكال رح اخد ايضا المستطيل. وبنكر مع السحب برسل مستطيل. يعني على قدر حرف تي. المساحة من حرف تي. وبس حمو مسلا عندي اياه لهذا المكان. بالضبط. تمام. تمام? طيب. كمان بختار بدون اطار. احدد المستطيل الكبير. اضغط مفتاح الكنترول. وبحدد ايضا هذا المستطيل. ومن الدمج الاشكال ايضا نختار الطرح. لحتى نعمل هذا التزيين بالكلمة. رح نتوجه الى ادراج. ومن الاشكال رح اختار الشكل المستطيل اللي عندي اياهية اطار. اضغط مفتاح من الكيبورد. وبنكر مع السحب لحتى ارسم معي الاطار بهاي دي المساحة. رح اصغر عرض الاطار. يعني بما يتناسب مع شريحتنا. نسحبه لهذا المكان. تمام. نتوجه مرة تانية الادراج. ومن اشكال رح اخذ المستطيل. وبنكر مع السحب لحتى انا ارسم مستطيل بهاية معينة. بعمله استدارة او دوران. تمام? وليكن عندي بهذا الحيز. كمان شوي. رح نسحبه على هالمنطقة لهون. تمام? طيب. يكون معي مسلا بهذا الشكل. رح حدد الاطار اول شيء. بحدد الاطار. اضغط وبعدها بحدد المستطيل. ومن تنسيق دمج الاشكال رح نختار ايضا الطرح لحتى احصل على هذا الشكل الجديد. متل ما نشايفين بالضبط. الان رح ارجع احدد المستطيل كاملا لكبير. اضغط وبحدد هذا الاطار او ما تبقى من الاطار. ومن دمج ايضا برجع باختار طرح لحتى ان نكون نحن رسمنا رسمتنا على هذا الشكل بالضبط. نرجع بنحدد المستطيل كامل ومن تعبية رح نختار الان لون من العائلة اللونية الخاصة بالخلفية. لحتى تكون معنا بشكل كامل منسجم معي بالالوان. وليكن معي مسلا هذا اللون. او ربما نزيده شوي. وليكن بهذا اللون جميل جدا. نتوجه الى ادراج. ومن الاشكال في عندي الدائرة المجوفة. بنقر مع السحب لحتى ارسم هذا الشكل. بضيق ايضا العرض. بما يتناسب وليكن على هذا الشكل. اضغط وبصغرة. لحتى اخذ مساحة معينة بهذا الشكل. بختار بلا تعبئم. ولو الاطار عندي اياه يكون باللون الابيض. تمام? ايضا ازا حبيت اشتغل بالسماك شوي. فمنعطيها شوية عرض. وشوية السماكة. رح نسحبها على هذا المكان. ومن ادراج ايقونات. رح ناخد بعض الايقونات معنا من قائم التحليل مسلا او من تبيب التحليل. بنختار ايقونتين تلاتة اربعة. وبنعطي مفتاح الادراج. رح نلون ايضا باللون الابيض. اضغط وبعطيهم مساحة اقل شوي. رح اخد ايقونة وبضع بهذا المكان. وبعمل كنترول دي للشكل الدائري. نضبط بهذا الشكل. بختار ايقونة تانية. بداخل منه. بيمكن نكبر شوي. مشان نحكم الموضوع بالضبط. تمام? برجع بنكر على الشكل الدائري وبختار كنترول زائد دي. ويكون معاي بهذا المبدأ. تمام? وبختار بداخل منه ايضا ايقونة. برجع بختار كنترول زائد دي. وبرجع بختار الايقونة. نتوجه الى ادراج. وبنختار مربع نص. ازا عندك محاور خاصة بتدريب معين مسلا او الانطلاقة للمشروع معين فيه بنود رئيسية. ممكن نضمن عنوين. ووصف لهذه العنوين بتعبر عن المحتوى بهذا المشروع على الشكل التالي. بعد ما اخذت العنوان والفقرة بحدد مربعين نصب عضو بعض وبنعملون جروب كنترول زائد جي. وكنترول زائد دي. لحتى نسحبهن على الفقرة يلي بعدها. وكنترول زائد دي وكنترول زائد دي. وبهذا الشكل بيكون نحن عاطينا اللمحة الرئيسية لملامح المشروع اللي بتضبها الكلمة الرئيسية اللي فيه. مزينة بهذا الشكل. وعندي العنوين الرئيسية او محاور او اقسام. ووصف كل قسم لهذا المشروع. ازا عندي مسلا تقديمة فلان او بدأت تكتب اسم الجهة الراعية. بدأت تكتب اسمك انت كمدرب. فيك اضيف بهذا المكان اللي انت حابب اضيفه على الشكل التالي. نتوجه الى ادراج ونختار ايضا مربع نص. وبنكتب عليكم اسم المدرب. ليكون معنا الاسم والوصف الخاص بالاسم بهذا الشكل. يمكن اضافة نفسة تعريفية مسلا عن المحتوى. او عن المدرب مسلا بفقرة بسيطة بكنا بهذا المكان. على هذا الشكل. راح نختار مربع نص. نختار بانه كنترول سي. وكونترول في. ونضع بهذا الشكل بالضبط. صف عندي موضوع بعض التحليات الجميلة. مسلا انا بقدم المحتوى راح ينعرض او راح تم تأليفه او تم تنتاجه بعام معين. كيف ممكن احنا ننمز للعام والى اه الحداثة مسلا في الموضوع. يعني انا عم بقدم على سبيل المسال باور بويند. انا نحكي على فينة وستاعش. تمام? انا بقدم محتوى معين بالفين وواحد وعشرين. كيف ممكن احنا نطلع? الهذا الرقم اميزه بطريقة تلفت الانتباه ما يكون عندي اياه رقم عادي. خلنا نشتغل بالمساحة السفرية الان من الشريحة. نتوجه الى ادراج. وبنختار مربع نص. وابدأ برسم مربع النص عندي اياه بهذا المكان. وبكتب الرقم الاول اللي هو رقم اتنين. راح نختار نوع لي الخط. هو ليكون عندي اياه هذا النوع. بنكبر الحجم بما يتناسب المتبقي من شريحتنا. كبروا كمان شوي. وليكون عندي اياه مسلا بهذا الشكل. الان من تنسيق الخط تنسيق النص. راح نختار التعبئة بتكون من لون الخلفية. لكن راح نزيده حبة شوي. فبرجع مرتين للوان اضافية. وبزيد التدرج شوي على هذا الشكل بالضبط. اما الحواف فينا نختار حواف لميعة ولا يكون معاي مسلا باللون الاصفر. كالحواف والاطار. وبناخد سماكة معينة. ولا يكون معاي بهذا الشكل. لحتى يكون النص معاي واضح تماما. بختار كنترول زائد دي. بنعمل تكرار. وبكتب الرقم التاني. اللي هو الصفر. تمام? طيب. راح نحرك الصفر عندي اياه هون. وبنعمل شوية التفاف لألم. ولا يكون معاي مسلا بهذا الشكل. اصدقائي. بهذا الشكل. بنختار ايضا كنترول زائد دي. وبنكتب مسلا اتنين مرة تانية. ايضا بنعمل التفاف لألم. وبنسحبه على هذا المكان. وليكن. بهذا الشكل. وباخد كنترول زائد دي. وبنحط الرقم واحد. ايضا بنعمل شوية التفاف. وبنسحبه على هذا المكان مرة تانية يا اصدقائي. راح نتوجه الى ادراج ومن الاشكال في عندي شي اسمه رسم من الشكل الخربشم. متى ما انا شايفين هاي دي الخربشم. راح ناخدها اليوم. تمام? راح انقر مع السحب هيك. تمام? وارسم هاي دي الخربشات. لحتى اظلل فقط هاي المساحة بالضبط. راح يكون عنديها بدون اطار والتعبئة باللون الابيض. ورح نعمل له ارسال مستوى الى الخلفية. لتكون معاي اه خلف الرقم بالضبط. تمام? لحتى احصل على هاي دي الجمالية. ممكن تغير اللون لاي لون انت محتاجه. لكن اللون الابيض كان جميل جدا معنا. تمام? بهذا الشكل. راح احدد كل الاشكال. انقر باليمين. وبنختار تجميع ومن ثم تجميع. وبصيروا معاي شكل واحد. متل ما انا شايفين بالضبط. بيمكن يعملن ايضا استدارة شوي. تمام? ولا يكون بهذا الشكل. تمام? واسحبن الى موضع معين يكونوا معنا بهذا المكان. حاليا راح نتوجه الى ومنختار من الاشكال ايضا المستطيل. وبنكر مع السحب لحتى ارسل مستطيل ولا يكون معاي بهيدي المساحة. بعملوا ايضا شوية التفاف. تمام? وبسحبه على هذا الموضع. بالضبط على هذا الموضع. بختار يكون عندي اياه بدون اطار. اما لون التعب ايام فبختاره من لون الخلفية بالضبط. ازا عندي اياه بدون اطار. تمام? واللون بيكون عندي اياه من لون الخلفية بالضبط. راح حدد علم ومن تأسيرات. راح نختار ظل الى الاعلى. ظل للاعلى. متل ما انا شايفين. فيني اقلل شوي شفافية. قلل شافية شوي. بيمكانك انك تزيد المساحة. تزيد الضوابية. بما يتناسب مع محتوى الرسمي اللي انت شغال علي. برجع بختار كنترول زائد دي. يعني نسخة تاني من المستطيل. وبلغي منه الظل. شو بنلغي منه? الظل. راح اطبق الشكلين فوق بعض وبعض. هون بهذا المكان. فوق بعض وبعض. تمام? طيب. وبرجع بزيد مساحته من هون. وبنزيد مساحته من هون. بمعنى لحتى اغطي على الظل اللي اليمين واللي اليسار. وبرجع بزيد مساحته ايضا من هون. حتى ما يقدر عندي فقط نافر منه غير الظل الخارجي. بمعنى حتى اطلع موضوع يعني الحز الطالع من الورقة. تمام? ويكون معاي بهذا الشكل. هلا حالي لو شغلنا شريحتنا? رح يكون معاي بهيدي الجمالية بالضبط. في الاماكن الفارغة اضلت معاي هوني. ممكن اني اضيف بعض الاشكال لثري دي رح نتعلمها كمان اليوم على عجل. طيب. كيف ممكن ارسم اشكال بهايدي المنطقة? تمام? بابسط الطرق يعني ضمن برنامج الباوربوينت ازين فيها الاماكن الفارغة بالشريحة. تمام? طيب. خلني اتوجه اول شيء الى الزاوية السفلية بالمرة. تمام? لهون. ونبدأ بادراج. من الاشكال رح اختار ايضا لمستطيل. انقر مع السحب لحتى ارسل مستطيل ولا يكون عندي ايام. طبعا مربع طبعا بحجم معين. ولا يكون معاي بهذا الشكل بالضبط. رح نختار يكون عندي ايام بدون ايطار. تمام? لحتى اسقطه بالزاوية. تماما بهذا الشكل بالضبط. اخطب انه نسخة تانية. كنترول زائد دي. وبسحبه على هذا المكان. تمام? طيب. النسخة التانية منه انا محتاجي يكون عندي اياه من لون التعبئة لكن اعلى درجة شوي. فانا بجي باختيار اللون. وبحدد اللون الخلفية. وبنرجع الى الوان اضافية ورح نزيد شوي. او عفوا ننقص شوي. كل الحالتين بتصير معنا. خلنا نزيد اول واحدة شوي زيادة. تمام? بهذا الشكل. انه موافق. طبعا هو بيان معنا انه عندي اياه زائد. بختار كنترول زائد دي منه مرة تانية. وبجي باطبقه على هذا المكان بالضبط. وبنختار الوان اضافية. وبننقص بالكسافة اللونية شوي منه. لحتى يكون معاي شكلين على هذا على هذا المبدأ بالضبط. ازا عندي الشكل الاول بيكون اغمق شوي من الخلفية. والتانية بهات شوي لكن اتنين من نفس عائلة اللونية. المربع الاول بعمل له ما ضيت انا محتاجه اطلاقا. رح نتوجه الى ادراج وبنختار من الاشكال شكل البيضاوي. وبنكر مع السحب لحتى ارسم شكل بيضاوي بهيد المساحة. بختار يكون عندي اياه بيدون اطار. واللون عندي اياه باللون الاسود تماما. طيب نجي الى تأثيرات الاشكال ومن حواف ناعمة رح نختار حواف ناعمة وليكن بهذا الشكل. خلنا وسعها شوي. ومن التعبية رح نعمل شوية شفافية. رح انقر على الظل وبسحبه على هيدا الجهة بالضبط. الجهة السفلة كنا بالمنتصف. تمام? دل اسفل شوي. وبختار يكون نقل للخلفية ونقل الخلفية. بحيس يكون وين? هو وراء الاشكال. الشفافية رح نزيدها شوي بحيس ان هو اللون او الظل يغمق معاي حبة اضافية. تمام? يا اصدقائي بهذا الشكل بالضبط. وانا بحدد الظل رح اضغط على كنترول وبحدد الشكل الاول والشكل التاني وبختار كنترول زائد جي لحتى يكونوا معي شو? جروب واحد من انا شايفين بالضبط. الان بختار انه كنترول زائد دي. يعني خلنا نوسع لهون شوي. تمام? وبجي بنكر وبسحب وبطبق الاشكال مع بعض البعض بالضبط. تمام? وكنترول زائد دي. تمام? كنترول زائد دي. تمام? ايضا كنترول زائد دي. تمام? بظل بعيدا طالما انا في عندي مجال لمساحة فارغة. تمام? طيب. رح نصغل شوي مشوف المساحات يلي عنا. رح انقر مع السحب وبحدد كل هدول الاشكال مع بعض البعض. الان الان. وهل وصل هون شوي. بعمل منها مع من كل الاشكال وانا محددهم نسخة تانية. كنترول زائد دي نسخة تانية. رح انقر عليهم. تمام? واحركهم على هذا الشكل بالضبط بحيس يكونوا في الجهة المقابلة. تماما. برجع ايضا بختار. بحدد الشكل اول والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس بختار كنترول زائد دي. وبسحب عندي اياه على هذا المكان. بالضبط. برجع بختار عدد اقل. يعني بكل درجة بختار عدد اقل لمرة واحدة. وكنترول زائد دي. وبنسحب ايضا على هذا المكان. بهاي الطريقة بكون رسمت بعض التدرجات او التعريجات او الاشكال النافرة او سري دي. اني اطلعها وتعطيني بعض الجمالية تمام لشريحتنا. لو شغلنا شريحتنا راح تكون معاي بهذا الموضوع وبهيدي الجمالية. كيف ممكن نصمم شريحة افتتاحية لمشروعنا بافضل طريقة? وكيف ممكن اتعامل مع النصوص? اتعمل مع الزلال? اتعمل مع دنج الاشكال? تمام? هذا الملخص اللي قدمناه بهذا اللقاء. ازا انجبك هذا المحتوى اتمنى منكم تكرما دعمي بالضغط مفتاح اللايك. والتعليقات. ولا تنسى تعمل شير لهذه الفيديوهات. تساهم معي باصالة اكبر قدر ممكن من المستحقين. تجزو عنكم الخير ان شاء الله. وارقاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله.